السلام عليكم دكتور محمد أنا رفضة عادل موامل بيبي أربع سنين أهم السؤال يسأل لحضرتك إزاي أحافظ عامات ابني؟ هل لا تنقدروا مالتي بايتامينز ولا لأ؟ شكرا زي ما سمعته كده السؤال ووضح أنه موضوع المناعة هاجس كبير عند الكل الحقيقة وده بيتزامن فعلا مع فترات تغيير الفصول وبداية فصل أخريف ومن بعد فصل أشتاء وهنا عايزة نبه حضرتكم إن إحنا قدمنا حلقة تفصيلية عن المناعة ممكن تدخلوا على يحكى أنا على صفحة يحكى أنا تدوروا على الفيديوهات الخاصة بالمناعة وإحنا برضو ممكن نحط لكم اللينك الخاص بالحلقة إن شاء الله بعد حلقة النهاردة هنحط لكم اللينك الخاص بحلقة المناعة كاملة اللي عايز يتفرج عليها لإنها كان فيها بقى تنوع كبير جدا جدا بتشرح إيه هو جهاز المناعة وإزاي نحافظ عليه وإزاي ننشطه كمان لكن الحقيقة بالنسبة للسؤال أنا بس عايز أقول إزاي نحافظ على مناعة أطفالنا نحافظ على مناعة أطفالنا بإنه هم يعني يعيشوا بشكل طبيعي يعني يناموا بدري يصحوا يكلوا أكل صحي تمام يمرسوا نشاط حركي يتعرضوا للشمس بطريقة حلوة هو ده يعني أساسيات جهاز المناعة لإنه جهاز المناعة من حكمة ربنا وروعة الخالق سبحانه وتعالى في حبه لينا ويعني واهتمامه بينا إنه جهاز المناعة مش مستني حاجة عشان يشتغل هو كده كده بيشتغل خلاص وبيتعرض لمعارك كتيرة جدا إحنا ما نعرفش عنها حاجة وماشي هو يعني ماشي كده في صمت عمال يحارب في مايكروبات ويحارب في جراثيم ويحارب في بكتيريا هو ماشي كويس أمال إمتى بيتأثر؟ بيتأثر في حالتين لو إحنا اللي ضعفنا جهاز المناعة إحنا اللي عملنا له حالة ضعف إحنا اللي عملنا له إضعاف إحنا بإيدينا هو ممكن نعمله ضعف طبعا ممكن نعمله ضعف الغذاء الغير الصحي الأطفال اللي بيصهروا كتير البيوت اللي بتقلب موعيد نومها لإن فيه أسر الحقيقة بيباع عندهم مثلا أطفال لسه مش في سن المدرسة وهما بيحبوا الصهر فتلاقي ولادهم بيصهروا معاهم للساعة 3 الصبح و4 الصبح ده غلط أكبر غلط لأنه النوم من أكتر الحاجات اللي بتحفز وتنشط وتحافز على أداء جهاز المناعة الأكل الصحي مينفعش كل الأطفال كل أكلهم يبقى حاجات مقلية وحاجات بطاطس وحاجات اللي هي في الزيت وفي الحاجات دي كلها طبعا ده غلط لازم يأكلوا أكل صحي لأن الأكل الصحي الخضروات والفواكه لأن دي اللي بيكون فيها مصادر رئيسية اللي بتحافز على أداء جهاز المناعة وعلى رأسها حاجات زي الزينك مثلا وزي فيتامين سي تمام؟ عمرنا ما هنلاقي زينك وفيتامين سي والحاجات الحلوة دي فحاجات مقلية والحاجات دي كلها فهمتوا قصدي بقى احنا كده لقدر الله اللي بنضعف جهاز المناعة برضو الأطفال اللي على طول قاعدين في البيت ما يتعرضوش للشمس مش معنى أن الجو ممكن يبقى برد شوية أن الأطفال ما يتعرضوش للشمس لا لازم يتعرضوا للشمس ولازم يمارسوا نشاط حركة عادي ولازم نحافظ عليهم ولما يجي لهم لقدر الله نزلت برد أو أنفلونزة تعالج جيدا لأنه إهمال علاجها ونحنا نقولها تخفل وحدها ده غلط لأن ده بقى اللي بيجهد جهاز المناعة تمام؟ الجزء الثاني من السؤال هل تدي له مالتي فيتامينز ولا لا مالتي فيتامينز دولها الفيتامينات المتعددة الإجابة هي أن الفيتامينات هي مركبات دوائية في الآخر أنا مش ضده أنا مش بكره الفيتامينات أنا بشرح لكم الفيتامين هو مركب دوائي تمام كده؟ إذن ينطبق عليه كل ما ينطبق على شروط تعاطي أي دواء بمعنى أن الفيتامين أو أي دواء بقى ما هو الفيتامين ده دواء في الآخر صح كده؟ يجب أن يؤخذ بجرعة محددة ولغرض واضح ولمدة محددة يعني يكون الدكتور كشف على ابني أو بنتي وقرر أنه هو الطفل ده محتاج النوع ده من الفيتامين أو محتاج أكتر من نوع فهيدهم له في تركيبة دوائية أخرى فيها أكتر من فيتامين الدكتور قرر كده خلاص ليه لازم ننقشه ليه حضرتك بتديله الدواء ده علشان هو عنده علامات نقص مثلا كالسيوم أو عنده علامات نقص الحديد أو عنده علامات نقص الماغنيسيوم أو وهكذا فهمتوا قصدي؟ يبقى هنا بالطبيب بعد إجراء الكشف الطبي وتدعيم الرأي الطبي ده بما يلزم من فحوص طبية أو تحاليل معملية قرر أنه هو هيدي للطفل ده الدواء طبعا فيه ناس بتسمعني دلوقتي أنا عارف يقولوا يا الدكتور محمد مكبر الموضوع قوي لا هو الموضوع كبير أصلا لأنه الفيتامينات دواء في الآخر فمنفع شدي دواء بلا سبب أودي دواء احتياطي أو لإيه ما هو مش هيدور مين اللي قال لك إنه مش هيدور ما هو المركبات الدوائية دي الجسم يتعامل معها إزاي؟ عن طريق الكلا أو عن طريق الكبد فالحاجة اللي مش في مكانها أو اللي زيادة عن احتياج الجسم بتبقى عبقة على الجسم في إخراجها غير أشياء أخرى بتحصل مش معنى كده إن إحنا ما ناخدش بقول ناخده لغرض محدد الدكتور قرره تمام؟ ولسبب محدد الدكتور شرحه وبجرعة محددة هتاخد الدواء ده هتدي لإبنك الدواء ده لمدة شهر أو لمدة 3 شهور مش اللي هو خدي الدواء ده على طول ما فيش حاجة اسمها كده والدكتور اللي يقول كده يبقى ده غلطان ولازم أنتوا يعني تتعاملوا بقى مع الأطباء اللي هم بيشرحوا وبيفهموكوا وكلام ده كله تمام؟ طيب في نقطة أخيرة بس يعني لازم أقولها أن كل الفيتامينات اللي الجسم محتاجها موجودة أصلا في مصادر طبيعية في مصادر طبيعية من الغذاء في الخضروات في الفواكه في البروتينات في الكربوهيدريت كل حاجة موجودة أنا هقول لكم حتى حاجة في الحلقة الجاية إن شاء الله هتتبستوا منها قوي كده كنت نوهت عنا في أول حلقة قلت أن احنا هنتكلم عن بعض المواد الغذائية المهمة جدا المنسية اللي ناس بتنساها هتتعرفوا بقى على بعض الحاجات كده إن شاء الله إن شاء الله في الحلقة الجاية هنبدأ الرحلة دي مع بعض بإذن الله خلاص يبقى أرجع وأقول وأفكر حضراتكم إنه الفيتامينات كلها موجودة في المواد الغذائية خلاص في حال بقى الطبيب قرر إنه يقول إيه هذا الفيتامين مثلا امتصاصه قليل في الجسم فعايزين مساعدة هو ناقص عند ابنك أو بنتك فعايز مساعدة هذا الفيتامين مثلا عايزين نبدأ بالأكل بالمصادر الغذائية الغنية بالفيتامين الفلاني وهندي الدواء بس بعد كده هنشيل بقى الدواء وهنكمل على الأكل بالنمط الفلاني وهكذا يعني اوعوا تنسوا إن الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم الإنسان موجودة أصلا في الغذاء مش لازم تبقى في هيئة مركبات دوائية ترجمة نانسي قنقر